يسا صباحكم الجديد على شاشة القرارة الإخبارية طبعا كتير مننا تابع مسلسل الحشاشين وقد ايه كان عامل ضجة كبيرة في موسم مسلسلات رمضان العام الماضي وبذكر المخرج المصري صاحب الفكر المبدأ الحقيقة في العمل بيتر ميمي كان نشر كواليس العمل في مسلسل الحشاشين اللي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وكشف عن رحلة مميزة فريدة من نوحة استغرقت حوالي 124 يوم من التصوير في مواقع متنوعة تشمل القاهرة والفيوم وسويس وملطة وكذا خسان بتضمن يعني العمل شهرين من التدريب المكثف للخيول إلى جانب ستة أشهر من التحضير للممثلين في فنون القتال وركوب الخيل كمان تم تصميم 3000 قطعة ملابس وبناء ديكورات مذهلة من الصف بما في ذلك قلعة الموت الشهيرة بفضل رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودعمها المتواصل لاستطيع المسلسل أنه يقدم تجربة فنية غنية بتعكس الدقة والإبداع في كل تفاصيل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر